موضوعات منهج المحاسبة الحكومية وطبعا الموضوع الخاص بالتوجيه المحاسبي للإرادات والمصرفات احنا في الحلقات السابقة اتكلمنا عن الكيفية اللي بنعالج بها تحصيل الإرادات وكذلك صرف المصرفات أو التوجيه المحاسبي للإرادات والمصرفات نحاول النهاردة بشكل موجز وسريع نحن نعمل مراجعة على الجزء الخاص بالتوجيه المحاسبي للإرادات وإن شاء الله الجزء الخاص بالتوجيه المحاسبي للمصرفات عايزين نركز ونأخذ بالنا لأن الجزء الخاص بالمصرفات والإرادات ده طبعا بيجي عليه أسئلة كتير جدا في الاختبار ويعتبر طبعا الباب الرابع اللي هو الخاص بالتوجيه المحاسبي للعملات الحكومية من الأبواب المهمة طبعا في منهج المحاسبة الحكومية وغالبا طبعا بيجي أغلبية الأسئلة على هذا الفصل طبعا لأنه يتضمن الكيفية اللي بنسجل بها العمليات والأحداث المالية المتعلقة بالوحدات الإدارية الحكومية داخل دفاتر اليومية تعالوا نفتكر مع بعضك عزيزي الطلاب ونتكلم عن الإرادات ويحنا في حلقات سابقة أوضحنا أن الإرادات دي يتمثل كل المبالغ اللي بتحصلها الوحدة الحكومية الإدارية من الغير أي مستحقات مالية تحصلنا الوحدة الحكومية الإدارية من الغير دي بتمثل بالنسبة لنا داخل الوحدة إرادات وإحنا يمكن في الحلقات السابقة قلنا مثلا الإرادات والتأمنات على اعتبار أن التأمنات طبعا إذا كانت مؤقتة أو دائمة بيكون لها طبيعة مختلفة عن الإرادات الأخرى أو المتحصلات الأخرى في البداية تعالوا نفتكر مع بعض طرق تحصيل الإرادات داخل الوحدات الحكومية إحنا عندنا طبعا ست طرق لتحصيل الإرادات على الترتيب التحصيل نقضة التحصيل بشكات التحصيل بحولات بردية التحصيل خاصة من المستحقات والتحصيل بخطابات ضمان وإحنا قلنا أن خطابات الضمان دي تخص التأمنات فقط يعني لما بديجي نحصل تأمنات ممكن ناخد خطاب ضمان مقابل هذه التأمنات دي طبعا بيكون وفقا لشروط المناقصة اللي هيدخلها المقاول أو المتعهد اللي هيؤدي خدمات أو هيورد سلع للوحدة الحكومية الإدارية عندنا طريقة أخرى اللي هي طريقة ستة طبعا من طرق التحصيل وهي التحصيل الإلكتروني لكن طبعا هي مش مقررة عننا في المنهج طيب احنا قلنا أن كل طريقة من هذه الطرق بيفتح لها حساب يعني على سبيل المثال قلنا التحصيل نقدا لما نيجي نحصل أي مبالغ نقدا عندنا طبعا بنفرق هل الخزينة الخاصة بالوحدة الحكومية الإدارية خزينة عامة ولا خزينة فرعية وأوضحنا أن احنا الخزينة العامة بنفتح لها حساب الخزينة والخزينة الفرعية بنفتح لها حساب النقادية تحت التسوية وأوضحنا أيضا أهم الفروق بين الخزينة العامة والخزينة الفرعية يعني قلنا أن الخزينة العامة بتحصل لنفسها ولغيرها وبيصرف منها المبالغ يبقى الخزينة العامة تحصل نفسها تحصل لغيرها يصرف منها المبالغ أما الخزينة الفرعية دي بتحصل لنفسها فقط ولا يصرف منها أي مبالغ لكن اوضحنا ان المبالغ اللي بيتم تخصيلها عن طريق الخزينة الفرعية بيتم توريدها بعد كده الى اما البنك المركزي او لخزينة عامة تتبعها لجاء الوحدة او غير تابعة او الى هيئة البريد تعالوا افتكر مع بعض قلنا لو خزينة عامة هنقول طبعا حساب الخزينة لو خزينة فرعية هنقول حساب النادية تحت التسوى فقلنا لو التحصيل تم بشيكات بيكون عندي طبعا بنفتح حساب لان دي شيكات وردة قلنا الشيكات الوردة بنفتح لها حساب الشيكات تحت التحصيل اما التحصيل بحوالات بردية فقلنا بنفتح لها حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد بعد كده اتكلمنا عن التحصيل خاصة من المستحقات قلنا بنقول حساب استخدامات الموازنة اما التحصيل باختباط الضمان قلنا بنفتح له حساب الكفالات عن تأمينات وقلنا اما متأمانة مؤقتة او تأمينات نائية تعالوا نشوف مع بعض لان كل الحسابات او كل الطرق اللي احنا نحصل بها لازم الحساب في بداية يجي مدينة يعني عند التحصيل زي ما وضحنا قبل كده لازم الحساب الخزينة اذا كانت خزينة عامة تيجي مدينة بناء دي تحت التسوية هتيجي مدينة الشيكات تحت التحصيل هتيجي مدينة كذلك ايضا الحوالات البلدية اللي بنفتح له حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرفية البلدية تيجي مدينة استخدامات الموازنة مدينة وكذلك الكفالات عن تأمينات اما مؤقتة او نهاية بتكون مدينة تعالوا نشوف مع بعض طرق التحصيل ونسترجع كده مع بعض ان كل حساب من هذه الحسابات يكون مدين ثم نوضح بعد كده ايه هي المبالغ اللي هتقوم الوحدات الحكومية بتخصيلها تعالوا نشوف مع بعض عندنا طبعا زي ما وضحنا التحصيل نقدا طرق التحصيل نقدا وعندنا طبعا نقولنا لو نقدا عن طريق خزينة عامة بنفتح حساب الخزينة وبيكون مدينة التحصيل نقدا عن طريق خزينة فرعية بنفتح حساب النقضية تحت التسوية بيكون مدين وعنده التحصيل بشيكات بيكون حساب الشيكات تحت التحصيل مدين عند التخصيل بحوالات بردية بنفتح حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد وبيكون مدين وعند الخصم من المستحقات بيكون الطرف المدين هو حساب استخدامات الموازنة وعند التخصيل طبعا باختباط ضمان وقلنا دي خاصة بالتأمينات بنفتح حساب الكفالات لحظ ياريت نلحظ مع بعض العزاء الطلاب ان طبعا زي ما وضحنا في حركات سابقة كل هذه الحسابات بيكون مدينة عند التخصيل لكن ناخد بالنا انه لو جالي في الاختبار وسألني سؤال قال لي ايه هي طرق تخصيل الإرادات هقول له طبعا اربع طرق هقول له ناعدا بشكاة بحوالات بردية خاصة من المستحقات لكن لو قال لي ايه هي طرق تخصيل التأمينات هضيف عليهم بعد كده طريقة اللي هي الخمسة وهي طريقة التخصيل عن طريق خطابات الضمان يبقى يبقى عندي تخصيل الإرادات اربعة تخصيل عن طريق خطابات الضمان هكونا الطريقة الخمسة لكن التأمينات أقدر أحصلها بأي طرق من الأربعة اللي احنا قلنا عليهم طبعا نقدا أو بشكات أو بحوالات أو خصما من المستحقات طيب إيه اللي الوحدة الحكومية الإدارية هتحصله قلنا الوحدة الحكومية الإدارية بتحصل إما لنفسها أو لغيرها يبقى الوحدة الحكومية الإدارية يا إما هتحصل لنفسها أو تحصل لغيرها خلونا نتفي الأول لو لوحدة الحكومية الإدارية بتحصل لغيرها ناخد بالنا بتحصل لغيرها يبقى في الحالة دي هيكون الطرف المدينة أحد طرق التحصيل يا نأدن يا بشكات يا بحولات بردية يا خصما من المستحقات يا إما باختباط ضمان لكن الطرف الدائم في الحالة دي هيكون جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم الجهة اللي أنا بحصلها هذه المبالغ قلنا برضو أوضحنا عشان نبقى واخدين بالنا أننا مثلا وليكن الإدارة التعليمية بالسيدة زينب وبحصل مبالغ لأي وحدات فرعية أخرى ففي الحالة دي هيتقول على طول أو بحصل مبالغ لمستقطة ضرائب وليكن يبقى في الحالة دي هيتقول إيه حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم مستقطة ضرائب أو بقى لو بحصل مبالغ أو بستقطة مبالغ لهيئة التأميات الاجتماعية فأقول إيه حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم هيئة التأميات الاجتماع طب ده لو انا بحصل مبالغ لغير طب لو انا بحصل لنفسي بقى قلنا عندنا سبع حاجات ممكن الوحدة الحكومية الادارية تحصلهم قلنا لو الوحدة الحكومية الادارية بتحصل لنفسها يبقى تحصل سبع حاجات خب بالك منهم ومركز فيهم يعني اما بتحصل ايرادات محددة النوع وفي الحالة دي هيكون الطرف الدائم من القيد الى حساب الارادات يعني الارادات محددة النوع هي بنفتح لها حساب الارادات طب اذا كانت الارادات غير محددة النوع عزية الطلاب هنفتح له هذا النوع من إرادات حساب الإرادات تحت التسوية طيب إم تعرف إنها محددة النوع؟ لو ما قاليش إنها غير محددة تبقى محددة النوع لو قالي إنها غير محددة النوع تبقى غير محددة النوع طيب إيه تاني ممكن تحصل لوحدة الحكومية الإدارية؟ قلنا ممكن تحصل مبالغ صرفة بالخطأ في سنوات مالية سابقة وبيتم تحصلها النهاردة أو مبالغ صرفة بالخطأ في نفس السنة وبيتم ردها للوحدة الحكومة الإدارية في نفس السنة يبقى لو المبلغ صرفت بالخطأ في سنة سابقة يبقى أقول إلى حساب الإرادات المتنوعة يبقى الطرف دائمي باسم الإرادات المتنوعة أما إذا كانت المبلغ صرفت في نفس السنة بالخطأ وردت في نفس السنة هيكون الطرف الدائم في الحالة دي حساب الاستخدامات بالاستبعاد يبقى الطرف الدائم هيكون إلى حساب الاستخدامات بالاستبعاد طيب لو لوحدة الحكومية الإدارية حصلت غرام التأخير من أحد المتعاملين معها في الحالة دي أعزائي الطلاب يكون الطرف الدائم حساب الإرادات المتنوعة طيب يبقى لو أنا عندي غرام التأخير نفتح حساب الإرادات المتنوعة يفضل عندي جزئية واحدة وهي التأمينات والتأمينات نوعين أعزائي الطلاب إما تأمينات مؤقتة أو تأمينات نهائية وفي حالة تحصيل تأمينات مؤقتة أو تأمينات نهائية نفتح حساب جاري التأمينات من قصين نكتب مؤقتة او نكتب نهائي انا عندي سبعة حاجات منكم انا خصرهم نقولهم مع بعض على طول تعالو نشوف مع بعض الشاشة اما الايرادات محددة النوع يبقى قول ايه الحساب الايرادات? ايرادات غير محددة النوع يبقى ايه الحساب الايرادات تحت التسوي investis ثلاثة مصروفات مسترضة في نفس السنة المالية يبقى ايه معصروفات صرفت بالخطأ واستردت في نفس السنة المالية بنقول ايه الحساب الاستخدامات بالاستبعاد لكن لو كانت صرفت بالخطأ في سنة مالية سابقة يبقى في الحالة دي هنفتح لها حساب الارضات المتنوعة وكذلك غرامة التأخير بنفتح لها ايضا حساب الارضات المتنوعة اما التأمينات اذا كانت مؤقتة او نهائية فبنفتح لها حساب جار التأمينات وقولنا طبعا بنكتب منكو سين مؤقتة اذا كانت مؤقتة ونهائية اذا كانت نهائية وطبعا اوضحنا ان اي مبالغ بتحصلها الوحدات الحكومية الادارية لأي وحدات حكومية اخرى في الحالة دي اوضحنا مثلا انها بتحصل مبالغ او بتستقطع مبالغ من المتعاملين معها زي الموردين والمقاولين والمتعهدين اللي بوردوا الوحدات الحكومية الادارية اي مبالغ في حالة دي بنقول الى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسويب اسم هذي الجاة لو ضرائب بنكتب مصلحة ضرائب لو جاة زي التأمينات الاجتماعية بنكتب مصلحة التأمينات الاجتماعية او الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يبقى دي عزيزي الطلاب الطريقة او انواع الاراضات او المتحصلات اللي ممكن تقابلني عند تحصيل الاراضات اخو بالي ان انا عايز افهم الهيكل اه الخاص بالاراضات وتحصيل الاراضات اخو بالنا بقى ان في بعض الفنيات داخل اه تحصيل الاراضات اول حاجة قلنا ايه هي بقى مصير الشكات تحت التحصيل احنا قلنا ان انا ممكن احصل بشكات وممكن احصل نقدر وقلنا في حالة التحصيل نقدر بمفرق هل الخزينة خزينة فرعية هل الخزينة خزينة عامة لكن جينا عند جزئة معينة وقلنا يا عزيزة الطلاب قلنا تعالوا بقى نشوف عندي تلات حاجات اركز فيهم اول حاجة اخذ بالي منها عشان تخذ بالك تبقى فاهم الهيكل الخاص او اي سؤال ممكن يجيلك فيه تحصيل ارادات يبقى ممكن يقول لها حصلة الوحدة مبالغ مثلا ارادات محددات النوع غير محددات النوع تأمينات مؤقتة تأمينات نهاية اي مبالغ بتخصيلها الوحدة الحكومية الادارية خلاص انت عرفت طريقة التحصيل مدينة ونوع الاراد او المتخصيلات بيتيجي ايه دائنة وانحنا قلنا عندنا سبع متخصيلات تقص الوحدة وعندنا متخصيلات لوحدات حكومية الادارية اخرى اوضحناها اللي انا عايز اتكلم فيه هنتكلم على فرعيات خاصة بقى بالمتخصات اول حاجة الشيكات تحت التحصيل الشيكات تحت التحصيل مصيرها ايه يا التحصيل يا الرفض في حالة ان الشيك تحصل قلنا لازم حساب اللي ايه الشيكات تحت التحصيل طبعا حساب مدين لكن لما اجي حصله يعني لو جالي اشعار من البنك المركزي وفيه تحصيل الشيكات يبقى لازم اقول الى حساب الشيكات طب الطرف المدين الطرف المدين في الحالة دي هيكون جاري البنك المركزي يبقى عندها تحصيل الشيكات هنقول من حساب جار البنك المركزي إلى حساب الشيكات تحت التحصيل طب لو الشيكة رفض أعزائي الطلاب في الحالة دي تقول أيضا من حساب الإيرادات بالاستبعاد إلى حساب الشيكات تحت التحصيل يبقى الشيكات تحت التحصيل بتيجي مدينة عند إثبات عملية تحصيل الإيراد إذا كانت تحصيل بشيكات ثم بعد ذلك تأتي دائنا سواء مع التحصيل أو الرفض يبقى دائما نقول قال الشيك تحصل جال إشعار من البنك يوفيد التحصيل أو إيه لحساب الشيكات تحت التحصيل جال إشعار من البنك يوفيد رفض تحصيل الشيك بقى إيه لحساب الشيكات تحت التحصيل الطرف المدين في حالة التحصيل هنقول من حساب جاري البنك المركزي طب في حالة الرفض هنقول من حساب الإيرادات بالاستباعة تعالوا نبص مع بعض عشيش كده ونسترجع الكلام دوت عنده مصير الشيكات تحت التحصيل إما التحصيل أو الرفض في حالة التحصيل هنقول من حساب جاري البنك المركزي الى حساب الشيكات تحت التحصيل طب لو الشيكة رفض في الحالة دي هنقول من حساب الارضاب بالاستبعاد الى حساب الشيكات تحت التحصيل دينا جزئية كمان اعزاب طلاب وهي خاصة بالتأمينات ناخد بالنا ان التأمينات اما انها بترد او بيتم تحولها يعني على سبيل مثال التأمين المؤقت يتم تحوله الى تأمين نهائي او التأمين النهائي يتم تحوله الى تأمين مؤقت يبقى أنا كده أول حاجة بعد ما عرفت إزاي هزبط المتحصلات أو هزبط تحصيل إرادة من الإرادات أو تأمينات أو غيرها من مستحقات مالية للوحدة الحكومة الإدارية لدى غير بعد كده يبتدى ركز الشيكات بيبقى لها عمليات خاصة بيها اتحصلت أو ترفضت لو ترفضت قلنا هنقول من جار البنك المركزي إلى حساب الشيكات تحت تحصيل لو ترفضت من حساب الإرادات بالاستباعات إلى حساب الشيكات تحت التحصيل ناخد بالنا بقى ونيجي ونركز على الحط الجزئية الخاصة بالتأمينات التأمينات طبعا دي تأمينات دخول إيه؟ دخول مناقصة من المناقصات اللي بتقوم بالإعلان عنها الوحدات الحكومية الإدارية لما نيجي بقى بينته طبعا قلنا عندنا نوعين من التأمينات التأمين مؤقت وتأمين نهائي لما طبعا التأمين مؤقت بيدفع في بداية دخول المناقصة بيقوم بدفع المقاول أو المتعاهد في بداية دخول المناقصة أما التأمين النهائي فبيتم دفعه بعد رسول عطى أو المناقص على هذا المقاول بيقول طبعا المقاول بتحويل التأمين المؤقت إلى تأمين نهائي ناخد بالنا بقى عزاء الطلاب ان التأمين المؤقت هيبقى مصيره حاجة من الاثنين يا إما يترد يا إما يتحول إلى تأمين نهائي كذلك التأمين النهائي إما يرد وإما يحول إلى تأمين مؤقت ناخد بالنا يبقى دي الجزئية التانية الخاصة بتحصيل الإرادات أو المتعلقة بالتوجيه المحاسبي للإرادات تعالى نشوف مع بعض لما نيجي نحول أو نرد تأمين مؤقت أو تأمين نهائي في الحالة دي نقول ايه لازم نجيب حساب جاري تأميناتي إما مؤقتة أو نهائية مدينة يعني لازم نقول من حساب جاري تأمينات إما مؤقتة أو نهائية طبعا لو التأمين مؤقت هقول من حساب جاري تأمينات مؤقتة لكن لو تأمين نهائية يقول من حساب جاري تأمينات نهائية يبقى جاري تأمينات نهائية أو مؤقتة بيكون مدين في حالة رد التأمين وطريقة الرد طبعا أعزائي الطلاب هكذا يكون دائنا لو تم الرد نأدا طبعا وخب بالك في حالة رد التأمين لازم يكون ايه الرد لو قلنا نقدم لازم يكون من خزينة عامة لان الخزينة الفراعية ما بيتمش صرف منها اي مبالغ وفي الحالة دي عزيزي والطلاب هنقول ايه لحساب الخزينة لو قال لردت تأمينات موقعة او ناقية نقدم يبقى من حساب الخزينة اه من حساب جاري تأمينات موقعة او ناقية الى حساب الخزينة على طول ما فكرش بقى هي خزينة فرعية ولا خزينة عامة ليه لان انا بصرف مبالغ وما ينفعش اصرف مبالغ نقدا من خزينة فرعية وبالتالي تبقى الخزينة عندنا خزينة عامة طيب ايه الطريقة التانية تعالوا نشوف مع بعض اللي هو الرد بشيكات وهنا بقى الشيك هيبقى ايه هيبقى شيك صادر بص معي على الشاشة هيبقى شيك هنا ايه شيك صادر يبقى بقول الى حساب الشيكات يبقى بقول من حساب جاري تأمينات الى حساب الشيكات طيب لو الرد تم طبعا كان الاصدار او كان هذا التأمين بخطاب ضمان يبقى منطقي لما رده ايه هرد خطاب التأمين تاني للايه للمقاول او المتعهد يبقى لازم اقول الى حساب الكفالات عن تأمينات ونكتب نوع التأمين اذا كان مؤقت نكتب مؤقت اذا كان تأمين نهائي نكتب تأمين نهائي يبقى الجزئية التانية عزيزي الطلاب قلنا رد التأمينات المؤقتة او الناية اللي اتنين بترده في الحالة دي لازم يكون حساب جاري تأمينات مدين يبقى لازم اقول من حساب جاري تأمينات وقت بنوع التأمين بنكسين مؤقت او نهائي وازا كان الرد نقدن يبقى لازم نقول ايه حساب الخزينة لان الخزينة هنا عندي هتكون خزينة عامة وليست خزينة فراعية لان الخزينة فراعية لايصرف منها اي مبالغ هنا بقى اخو ببالك من الشيكات الشيكات هنا شيكات ايه صدرة مش شيكات وردة وانا برد تأمينات بشيكات يبقى ايه حساب الشيكات لكن الرد بقى بخطاب ضمان لازم طبعا اقول ايه حساب الكفالات عن تأمينات وكتب نوع التأمين طيب دي الجزئية الخاصة برد التأمينات ايه اللي ممكن يحصل في التأمينات التاني ممكن نحول تأمين مؤقت الى نهائي او نحول تأمين نهائي الى مؤقت وانا بسطت لك الموضوع ده قبل كده اقولت لك لما نحول من مؤقت للنهائي يبقى من المؤقت للنهائي لما نحول من النهائي لمؤقت يبقى من النهائي للمؤقت طيب انا بحول من مؤقت للنهائي يبقى من حساب جاري تأمينات مؤقتة الى حساب جاري تأمينات نهائية طيب انا بحول من تأمينات نهائية الى تأمينات مؤقتة يبقى من حساب جاري تأمينات نهائية الى حساب جاري تأمينات مؤقتة خدنا بالنا عزيال الله إن أنا لما باجي أرد أو أحول التأمينات من مؤقت لإنهائي بقول من حساب جاري تأمينات مؤقتة إلى حساب جاري تأمينات نهائية لما أجي أحول من نهائي لمؤقت أقول من حساب جاري تأمينات نهائية إلى حساب جاري تأمينات مؤقتة خدنا في أمثلة سابقة في الحلقات سابقة إن إحنا ممكن أثناء الرد أثناء التحويل ممكن يتطلب الأمر إن يتم رد مبلغ من المال للمتعهد او انه يدفع مبلغ من المال سواء نقدم بقى او بشكات فطبعا اوضحنا الامثلة دي في سابق انه طبعا لو هو مثلا بيدفع مبلغ يبقى في الحالة دية نقدم يبقى لازم حساب الخزينة او النادية تحت التسويج لان هنا مش هتفرل انه بيدفع لكن لو هيسحب مبلغ يعني التأمين المؤقت كان اكبر من انها مثلا او انها اكبر من المؤقت في الحالة دية هيسحب مبلغ وفي الحالة دية لازم يكون عند الطرف الدائنة يكون ايه حساب الخزينة زكاة خزينة عامة طبعا ومش هينفع تبقى خزينة فرعية لان هنا هنصرف فلوس او لو قلب شكاة تبقى الطرف الدائنة يكون مع جاري التأمينات حساب الشكاة واوضحنا هذه العمليات في حلقات سابقة الجزئية كمان اللي عايزين نتكلم عنها عزيزي الطلاب اللي هي توريد متحصلات بقى الخزينة الفرعية الى خزينة عامة احنا اوضحنا ان الخزينة العامة بتحصل مبالغ وبيصرف منها المبالغ وبتحصل لنفسها والغيرها واوضحنا ايضا ان الخزينة الفرعية بتحصل لنفسها فقط ولا يصرف منها اي مبالغ السؤال بقى وقبل كده اوضحناه المبالغ هدلناها متكدسة داخل الخزينة الفرعية يعني انا على طول الخزينة الفرعية هتقول تحصل مبالغ تحصل مبالغ طب وبعدين هتتكدس المبالغ داخل الخزينة الفرعية لا هيتم بعد كده تجميع هذه المبالغ وتوردها إما للخزينة عامة تتبعها الوحدة يعني مثلا على سبيل المثال الخزينة الفرعية في الحالة بتاعتنا مدرسة التجارة بالسيدة زينب والخزينة العامة الإدارة التعليمية بالسيدة زينب في الحالة دي الخزينة الفرعية هتورد المبالغ للإدارة التعليمية اللي هي طبعا مدرسة التجارة هتورد المبالغ للإدارة التعليمية اللي هي خزينة عامة ومدرسة التجارة بالسيدة زينب خزينة فرعية يبقى في الحالة عزيزة الطلاب دي يسميها خزينة عامة تابعة لكن لو كانت الوحدة الحكومية الإدارية الفراعية هتورد المبارغ لخزينة عامة ولكن هي مش تابعة لها زي مثلا مدرسة التجارة في السيدة زينب وخزينة الشهر العقاري بالسيدة زينب أو خزينة مجلس المدينة بالسيدة زينب يبقى في الحالة دي هتسمى خزينة غير تابعة وإما أن يتم توريد هذه المبالغ إلى البنك المركزي اللي هي موجودة بالخزينة الفراعية أو يتم توريدها إلى هيئة البريد يبقى أنا عندي تلت طرق بيتم توريد المبالغ إما الخزينة عامة وقلنا فرقنا هالخزينة عامة تابعة للوحدة أو غير تابعة أو بيتم توريد المبالغ بتاعت الخاصة بالخزينة الفراعية إلى الجار البنك المركزي أو للبنك المركزي أو لهيئة البريد تعالوا نشوف بقى ونسترجع مع بعض المعالجة المحصلية قلنا لو خزينة عامة بتتباعها الوحدة يبقى في الحالة دي هيكون عندي من حساب الخزين أنا خدت المبالغ وددت الخزينة عامة يبقى أقول من حساب الخزينة طالما أنا أتبع زيل إيه أتبع زيل جهة أنا خزينة فرعية أنا مدرست التجارة بالسيدة زينة ووردت المبالغ للإدارة التعليمية بالسيدة زينة يبقى في الحالة دي أنا خزينة عامة إيه أنا خزينة عامة أو هذه الخزينة عامة تبع للوحدة الفرعية أو الوحدة الفرعية بتتبع زيل الخزينة العامة بنقول من حساب الخزينة. لكن لو مسلا تم توريد المبالغ تعال نشوف مع بعض بقى وركزوا مع الشاشة. تم توريد هزي المبالغ الى خزينة عامة لا تتبعها لوحدة. يبقى في الحالة دي هتنقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم هزيه الجهة. مجلس المدينة الشهر العقاري في مسنة السابق وهكذا. لكن لو تم توريد هزي المبالغ للبنك المركزي. هقول من حساب جاري البنك المركزي. لو تم توريد هزي الى هيئة البريد. هقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد. طبعا عزيزي الطلاب لازم الطرف اداء ان يكون حساب النقدية تحت التسوية. مع الخزينة الفرعية احنا فتحنا لها حساب اسم حساب النقدية تحت التسوية. والنقدية تحت التسوية لما بتخصى المبالغ بتيجي مدينة. طيب هي هيخرج منها مبالغ تروح بقى يا اما خزينة عامة. يا اما تروح جاري البنك المركزي. يا اما هيئة البريد. اه اما تروح بقى خزينة عامة تبع او غير ايه? او غير تبع. يبقى في الحالة دي لازم مياه ايه هتنقص. فتيجي دائنة. يعني لازم نقول الى حساب النقدية تحت التسوية واي جهة من الجهات اللي تم توريدها زي المتحصلات لها. لازم تيجي مدينة وقولنا لو خزينة عامة بتتباع الوحدة يبقى الطرف المدينة يكون حساب الخزينة. لو خزينة عامة لا تتباع الوحدة يكون حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم هزي الجهة طرف مدينة. لو تم توريدها زي المبالغ الى هيئة البريد. نقول من حساب جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد. لو تم توريدها زي المبالغ الى جاري البنك المركزي او للبنك المركزي. هنقول من حساب جاري البنك المركزي. ده بالنسبة لتوريد متحصلات الخزينة اه الفرعية الى اي جهة من هزي الجهات. لكن عندنا سؤال مهمة عزيزة الطلاب. الخزينة العامة هتستلم هذه المبالغ من الخزينة الفرعية فالخزينة العامة هتستلم مبالغ منين يا إما تستلم مبالغ من خزينة فرعية تبع عليها يعني على سبيل المثال الإدارة التعلمية بالسيدة زينب الخزينة الخاصة بها خزينة عامة ومدرسة التجارة بالسيدة زينب خزينة فرعية أنا بتكلم بقى لو أنا رحت عند الإدارة التعلمية بالسيدة زينب لو أنت محاسب أو ماسك دفاتر في الإدارة التعلمية بالسيدة زينب وجتلك متحصلات من خزينة فرعية تبع عليك زي مدرسة التجارة بالسيدة جنة هتقول ايه لازم تقول طبعاً من حساب الخزينة طرف مدين الى حساب النقذية تحت التسوية في الحالة دي قد ايه ما اختلفش لكن لو انت حصلت مبالغ انت خزينة وليكن مثلاً انت ماسك دفاعات في مجلس المدينة ومجلس المدينة بالسيدة جنة الخزينة بتاعته خزينة عامة وجتلك مبالغ من مدرسة التجارة بالسيدة جنة مدرستة التجارة ما بتتبعش إيه كجاه حكومية ما بتتبعش إداريا مجلس المدينة وفي الحالة دي هيقوم طبعا uh المسك الدفاتر في مجلس المدينة بيحصل مبالغ من جهة آآ طبعا غير تبعة له أو لا تتبعه خزينة فرعية غير تبعة له في الحالة دي هيقول إيه هيقول من حساب طبعا الخزينة إلى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم طبعا مدرستة التجارة في هذه الحالة أنا طبعاً بتكلم أن أنت ماسك دفاتر داخل مجلس المدينة في السيدة زينب وجايلك مبالغ أو متحصلات من مدرسة التجارة بالسيدة زينب طبعاً كده في الحالة أنت بتخصل مبالغ من وحدات حكمية إدارية فرعية غير تبع يعني لديها خزينة فرعية ولكن لا تتبعك إدارية تعالوا نشوف الكلام ده طبعاً ونسترجعه مع بعض وقالنا تحصيل أو استلام الخزينة العامة لمبالغ من خزينة فرعية طبعاً لازم حساب الخزينة يكون مدين شوف معاً الشاشة من حساب الخزينة وطبعاً لو استلمت من خزينة فرعية نقول إلى حساب النقدية تحت التسوية لو استلمت من خزينة فرعية غير تبع لك يبقى تقول إلى حساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية باسم هذه الجهة دي عزاء الطلاب كل الموضوعات المتعلقة بتخصيل الإرادات اللي درسناها في الباب الرابع والخاص بالتوجيه المحسبي للعمليات الحكومية فاضل إيه؟ إزاي بقى الأسئلة هجيلي على الجزء الخاص بتحصيل الإرادات في الاختبار؟ بيجي لك سؤال مجموعة من العمليات يقول لك سجل هذه العمليات داخل دفتر اليومية ده سؤال أو يجيب لك مجموعة من القيود نقص منها بعض الأطراف ومن خلال شرح القيود طبعا تقدر تستكمل إيه؟ الأطراف المجهولة داخل هذا القيود دي شكل الأسئلة اللي هجيلي على العمليات الخاصة بالتوجيه المحسبي للإرادات طبعا إحنا هناخد تدريب ونتعرف أو تمرين مراجعة ونتعرف إزاي بنسجل هذه الأحداث داخل دفتر رومية لكن قبل ما نروح للتدريب تعالوا نركز مع بعض وناخد بالنا عزيزي الطلاب أن احنا قلنا إيه؟ أول حاجة أنا بحصل إرادات وقلنا يا بتحصل إرادات لك يا إما بتحصل إرادات لجهات أخرى لو ليك يبقى عندك سبع حاجات محددة النوع غير محددة النوع قلنا طبعا غرام التأخير ما بلغ صرفت بالخطأ في نفس السنة وبتسترد في نفس السنة ما بلغ صرفت بالخطأ في سنة سابقة وبتسترد في السنة الحالية تأمينات مؤقتة وتأمينات نهائية أو أن أنت بتحصل طبعا مبلغ الجهات أخرى فبتفتح لحساب جاري مبالغ دائنا تحت التسوية زي ما وضحنا مثلا المبلغ المستقطع لحساب مصلحة الضراء يبقى ده جوز بعد كده قلنا كل طرق التخصيل اللي هي التخصيل نقدم خزينة عامة بتيجي مدينة من حساب الخزينة خزينة فرعية بتيجي مدينة من حساب النادية تحت التسوية كل ده مدينة عند التخصيل الشيكات تحت التخصيل مدينة عند التخصيل بشيكات كذلك قلنا طبعا جاري مبالغ مدينة تحت التسوية باسم أو طرف هيئة البريد بتكون مدينة عند التحويل بحوالات بردية استخدامات الموازنة بتكون مدينة عند التحصيل خاصة بمستحقات والكفالات عن تأمينات نهائية أو معقتة بتكون مدينة عند التحصيل بخطابات ضمان دي كل الجزئية الخاصة بطرق التحصيل وأنواع المتحصلات أو الإراضات اللي هتحصلها للوحدات الحكومية الإدارية عندنا جزئية تانية مهمة وقلنا بقى عندنا ايه؟ ناخد بالن الشيكات تحت التحصيل مصرها قلنا اما التحصيل اما رفض اتحصلت يبقى قولها على طول من حساب جاري البنك المركزي لحساب الشيكات تحت التحصيل اترفضت يبقى من حساب الإراضات بالاستبعاد إلى حساب الشيكات تحت التحصيل انتقلنا بعد كده الجزئية تانية وقلنا التأمينات قلنا اما التأمينات اما بيتم تحولها التأمينات اما بيتم تحولها يعني ممكن المؤقت يحول للنهائي أو النهائي بيحول إلى مؤقته في الحال ايه طبعا لو بحول مؤقت للنهائي بقول من حساب جاري تأمينات مؤقتة إلى حساب جاري تأمينات نهائية لو بحول تأمينات نهائية إلى مؤقتة بقول من حساب جاري تأمينات نهائية إلى حساب جاري تأمينات مؤقتة ده بالنسبة للتحويل وبعدين أوضحنا أيضا أن ممكن التأمينات ترد وفي حالة رد التأمينات لازم أقول أيضا من حساب جاري التأمينات لو تردت نأدا يبقى لازم إلى حساب الخزينة ما يفعش قولنا نأدية تحت سوية خزينة فراية لا يصرف منها أي مبالغ لو تردت بشيكات بقول إلى حساب الشيكات دي عزيزي الطلاب شكل أو الطرق اللي احنا بنرد بيها التأمينات والكيفية اللي احنا بنعالج بها التأمينات سواء بترد أو بيتم تحولها المؤقت لناولناها إلى مؤقت عندنا أيضا موزئية أخرى قلنا إزاي بقى بنورد المتخصرات الخاصة بالخزينة الفرعية إلى خزينة عامة وقلنا خزينة عامة تتباعها الوحدة أو لا تتباعها الوحدة وكذلك تورد متخصات الخزينة الفرعية إلى جار البنك المركزي وإلى هيئة البريد بعد كده أوضحنا تخصيل بقى أو استلام مبالغ أنا خزينة عامة مثلا أو استلام الخزينة العامة لمبالغ من وحدات إدارية حكومية فرعية تتبعها أو لا تتبع الوحدة الحكومية الإدارية أوضحنا إيه الفرق بين الجزئية الخاصة بين أن الحكومية الإدارية يكون لديها خزينة عامة وبتخصى المبالغ من وحدات حكومية إدارية غير تابعة لها أو وحدات حكومية إدارية تابعة لهذه الجهة تعالوا نشوف مع بعض أعزائي الطلاب تدريب ونوضح من خلاله الكيفية اللي أنسجل بها هذه الأحداث داخل دفتر اليومية تعالوا نشوف مع بعض التدريب ويقول لي تدريب رقم واحد أو تدريب مراجعة بقى بيقول لي تمت العمليات الأتية بأحدى الوحدات الحكومية طبعا وبين قصين إيه خزينة عامة يعني الوحدة الحكومية دي لديها خزينة عامة ومديني مجموعة من العمليات حوالي طبعا ستة عمليات وبعدين في النهاية بيقول لي المطلوب تسجيل عمليات السابقة بدفتر يومية الوحدة الإدارية الحكومية أول جزئية معايا أزائي الطلاب طبعا لازم أسطر أو دفتر اليومية وعندنا طبعا هنكتفي بالخانات الإيه؟ بالخانات الأسسية تعالوا معايا كده بقى وخب بالك أنا عندي طبعا هنسطر داخل كراستي الإجابة بتاعتي عمود للمدين عمود للدائن اللي هي المبالغ المدينة والدائنة وبعدين نكبر البيان كده شوية طبعا ثم نكتب طبعا عليه طبعا دفتر يومية الوحدة أو دفتر اليومية وطبعا أخب بالك عزيزي الطلاب إن أنا عندي إيه؟ عندي مبلغ مدين يعني عمود للمبلغ المدين وعمود للمبلغ الداء ركز معا بقى وخد بالك عشان تاخد بالك إيه اللي هيحصل يبقى أنا عندي هنا مدين وعندي دائن وعندي بيان وهنا طبعا بكتب دفتر اليومية ده كده إيه؟ دفتر اليومية صفحات دفتر اليومية أبتدأ أقرأ بقى عملية عملية عزيزي الطلاب وأسجل أزيزي العملية بعد ما حلل الأطراف في المدينة والدائنة وتعالوا نشوف مع بعض أول عملية بيقول لي تسلمت الوحدة إيه إرادات بمبلغ تسين ألف جنيه؟ خب بالك قال لي إرادات وما قال ليش هل هي محددة النوع ولا غير محددة النوع؟ يبقى على طول دي إرادات محددة النوع يعني الطرف الده أنا يكون إلى حساب الإرادات طب قال لي إرادات بتسين ألف جنيه؟ بيان نوع كالتالي 35 ألف جنيه نقدن 34 ألف جنيه بشيكات ونحب بالنا أنه قال لي نقدن وقال لي الوحدة لديها خزينة عامة يبقى عند الطرف المدين كده يكون حساب الخزينة الطرف المدين أيضا يكون فيه شيكات تحت التخصيل ب34 ألف والحوالات البريدية تكون جاري مبالغ مدينة تحت التسوية طرف هيئة البريد اللي هي 6 ألف جنيه والبقى خاصة المستحقات يكون استخدامات الموازنة وطبعا دي إرادات محددة النوع لأنه ما قال ليش غير محددة النوع يبقى يكون الطرف الداين إلى حساب الإرادات يبقى الطرف المدينة عندي أكتر من حساب أعزائي الطلاب يبقى أقول من مذكورين وبعدين أكتب أول طرف عندي اللي هو مين طبعا قال لي نقدن هكتب حساب الخزينة لأن هنا الخزينة خزينة عامة خبالك لو كان قال لي خزينة فرأيك كنت كتبت حساب النادية تحت إنت سؤالك فبداية التبرين قال لي خزينة عامة بعد كده قال لي 34 ألف جنيه 34 ألف جنيه بشيكات وطبعا دي شيكات وردية يبقى نفتح لها حساب الشيكات تحت التخصيل بعد كده قال لي وست تلاف جنيه بحوالات بردية يبقى نقول ست تلاف جنيه وطبعا حوالات بردية بنسميها جاري مبالغ مدينة تحت التسوية بن كسين طرف هيئة البريد أكتب كده بن كسين طرف هيئة البريد بعد كده قال لي والباقي خصما من المستحقات يبقى أكتب حساب طبعا خصما من المستحقات يبقى حساب استخدامات الموازنة يبقى دي طرق التحصيل هوت كلها بتيجي مدينة نقدم خزينة بشكات شكات تحت التحصيل جاري مبالغ مدينة تحت التسوية ترفية تردية واستخدامات الموازنة خصما من المستحقات طبعا علشان نجيب المبلغ الخاص بخصما من المستحقات هو ايه للمبلغ كله تسعين الف جنيه بقى أنا هاجمع كده خمسة وتلاتين الف وانا عندي زائد اربعة وتلاتين زائد ستة بقى كده اربعين وخمسة وتلاتين يبقوا خمسة وسبعين خمسة وسبعين من تسعين يبقوا خمستاشر الف جنيه يبقى اكتبنا كده على طول خمستاشر الف جنيه استخدامات الموازنة لان الطرف الدهن هيبقى الى حساب الاراضات هو ما قال ليش ان الاراضات دي غير محددت النوع يبقى محددت النوع بالتسعين الف طيب انا هكتب ايه بقى جبت التسعين الف جبت الرقم ده بالفرق ليه جبتوا بالفرق لان انا عندي خزينة قال لي بخمسة وتلاتين شيكات تحت التحصيل باربعة وتلاتين والمبالغ اللي خصرت عن طريقة ايات البريد ستة الاف وقال لي والباقي خصما من المستحقات يبقى انا هاجم عدول واطرح من اجمالي اراضات اللي واتسيني بقلت خمسة وتلاتين زائد اربعة وتلاتين زائد ستة الاف جنيه طلوة خمسة وسببين الف من تسعين الف ادينا الرقم خمستاشر الف جنيه اللي هو استخدامات الموازنة الشحركة اعزائي الطلاب بقول طبعا تحصيل ايرادات محددة الايه النوع ليه محددة النوع لانه ما قاليش انها غير محددة النوع وطبعا بطرق تحصيل مختلفة نقدا وبشكات وعن طريقة هيئة البريد وكذلك خصما من المستحقات كده انا سجلت العملية الاولى وهي الخاصة بتحصيل الارادات تعالي نشوف العملية اللي بعدها وبيقول لي خصلت الوحدة تأمينات مؤقتة قيمتها تلاتين الف جنيه بخطار ضماط خدا لك بيقول لي ايه في العملية حصلت الوحدة تأمينات مؤقتة قيمتها تلاتين الف جنيه بخطاب ضماط تعالي نحل عاملنا مع بعض دي تأمينات والتأمينات لما بنحصلها بنفتح لها حساب جاري تأمينات وبنوقس نكتب بي مؤقتة نكتب مؤقتة بخطاب ضماط بنفتح حساب الكفالات وبتكون مدينة يبلق دة عندي يكون من حساب الكفالات عن تأمينات مؤقتة إلى حساب جاري تأمينات مؤقتة بل قد عندي تعال معايا بقى هنقول من حساب الكفالات عن تأمينات ونكتب بقى من قسين كده نوع التأمين مؤقتة تأمينات ايه مؤقتات الطرف الدائن ده طبعا شخ طاب الضمان الطرف ده يكون حساب جاري تأمينات من قسين اكتب ايه مؤقتة ده نوع التأمين طبعا مبلغ التخصيل 30 ألف جنيه في المدين 30 ألف جنيه في الدائن أشرح القيد أعزائي الطويل لأن شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي أقول تحصيل تأمينات مؤقتة بخطاب ضمام تحصيل تأمين مؤقت بخطاب ضمام وطبعا دايما بشد خط في خانة البيان لا يتعدى شد خط هنا كده بين كل عملية وعملية صفحة تخلص معك تقلب وتجيب صفحة جديدة دي العملية رقم 2 الخاصة بتحصيل التأمينات بخطابات الضمام من حساب الكفالات عن تأمينات مؤقتة إلى حساب تأمينات أو جاري تأمينات مؤقتة ب30 ألف جنيه وش حرقية تحصيل تأمينات مؤقتة بخطاب ضمام العملية اللي بعد كده عزاء الطلاب بيقول لي حولت الوحدة تأمين نهائي قدره 10 تلاف جنيه إلى تأمين مؤقت طبعا أنا بحول النهائي لمؤقت تبقى من حساب جاري تأمينات نهائية برافو عليك إيه لحساب جاري تأمينات مؤقتة تعال نشوف بقى مع بعض هنسجل عملية دي على طول في دفتر يومية صفحة دفتر يومية خلصت معك هات صفحة جديدة وسطر على طول وطبعا قول تابع عشان نبقى واضح أن انت كان فيه عمليات تم تسجيلها في صفحات سابقة داخل كراسة الإجابة الخاصة دي يبقى أنا على طول هجيب صفحة جديدة وهبتدي طبعا أسطر كده هذه إيه مدين ودائن اللي هم عمودين للمبالغ وطبعا عمود للبيان أكتب هنا كده مدين دائن دي الأعمال الخاصة بالمبالغ أنت تعودت طبعا على تسطير دفتر إيه اليومية أو صفحة من صفحات دفتر يومية وأنا بنكتب بيان وهنا طبعا عشان دي تاني صفحة هنقول تابع دفتر اليومية تابع دفتر اليومية تعالوا نشوف بقى العملية تاني وبقول حولت الوحدة تأمين نهائي قدره عشر تلاف جنيه إلى تأمين إيه مؤقت أنا بحول النهائي لمؤقت قلت يبقى من النهائي للمؤقت يبقى من حساب جاري تأمينات برافو عليك بنكسون نهائية بنكسون إيه نهائية إلى حساب إلى حساب جاري تأمينات بنكسين مؤقتة هلغي المؤقت النهائي وهجيب مكانه تأمين مؤقت واشرح القيد طبعا تحويل تأمين نهائي إلى حساب إلى تأمين إيه إلى تأمين مؤقت ده شرح القيد وخبالي عزيزي الطلاب شرح القيد هو عنوان القيد وهو جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي وطبعا سجل المبلغ وطبعا عندي هنا المبلغ كان بيكام بعشر تلاف جنيه جاري تأمينات نهائية عشر تلاف في المدين وعشر تلاف جنيه جاري تأمينات نهائية في الدائم ده الطريقة اللي بسجل بيها داخل دفتر وميها تعالوا نشوف عملية كمان والعملية التالية بيقول لي حصلت الوحدة ستين الف جنيه نقدية موردة من احد الوحدات الحكومية غير التابعة لها خبالك يعني معنى كلمة حصلت هنا يعني استلمت خبالك من المثال معايا بيقول لي ايه او بالعملية رقم اربعة بيقول لي حصلت الوحدة ستين الف جنيه نقدية موردة من احد الوحدات الحكومية غير التابعة لها حصلت يعني استلمت الوحدة الحكومية الادارية ستين الف جنيه نقدية موردة من احد الوحدات الحكومية غير التابعة لها يبقى لازم اضطرى في المدينة على طول انا خزينة عامة طالما انا بحصل من وحدات فرعية يبقى انا خزينة عامة يبقى لازم اقول من حساب الخزينة لان الخزينة في الحالة دي هتزيد يبقى من حساب الخزينة بمبلغ ستين الف جنيه طيب هل انا بحصل او بستلم نقضية من خزينة فرعية تابعة ليه ولا غير تابعة قالك لا ده ده خزينة غير تابعة يبقى في الحالة دي طالما الخزينة الوحدة الوحدة ستين الف جنيه نقضية مورادة من احد الوحدات الحكومية غير التابعة لها هيكون على طول طرف المدينة عندي من حساب الخزينة تعالوا بقى نسجل مع بعض كده تقيد ده في دفتر يومية هنقول من حساب الخزينة لان دي خزينة عامة والخزينة عامة هي اللي بتحصل لنفسها والغيرها ما ينفعش اقولنا ده تحت تسوية وهي بتحصل من الخزينة الفرعية غير تابعة يبقى الطرف الدائن إلى حساب جاري مبالغ دائنة تحت التسوية باسم طبعا لو كان محدد الاسم الجهة كنت كتبت اسم الجهة لكن انا مش عارف اسم الجهة اقول طبعا تحصيل نقضية او استلام نقضية من وحدة او وحدات حكوبية ادارية غير تابعة يعني غير تابعة لهذه الجهة اللي حصلت اللي هي الجهة الخاصة بنا اللي احنا بنعمل فيها كماسيك ايه دفاتر اللي احنا مسكين لها هذه الدفاتر طبعا المبلغ كان كاما عزاء الطلاب ستين الف جنيه المبلغ المستلمة او المحصلة من هذه الجهة ستين الف جنيه تعالوا نشوف بعد كده عملية اخرى والعملية اللي بعد كده بيقول لي ورد اشعار من البنك يفيد رفض شيك مسحوب على احد المقاولين بمبلغ غربين الف جنيه احنا قلنا طبعا الشيكات الواردة اللي هي طبعا فتحنا له لها حساب الشيكات تkiem تكتل تخصيله Chase لو تخصلت يبقى لازم اقول لها على طول من حساب جиة بنك المركزة لها حساب الشيكات قطق التخصيله لو تم قدعان يكون من حساب الارضب بالاستبعاد ووضح بقى في شرحه الكيد رفض شيك مسحوب على أحد الموردين يبقى على طول ده شرحه الكيد أعزائي الطلاب مهم وجزء لا يتجزأ من الكيد المحاسابي أخذ إيه بالي وطبعا شدي خط من كل عملية وعملية في خانة البيان لا يتعدى في دفتر اليومين آخر عملية معنا عزائي الطلاب ويقول لي ردت الوحدة تأمين مؤقت بمبلغ 8000 جنيه كانت قد تسلمته من أحد المقاولين باختاب ضبان ردت تأمين مؤقت يبقى لازم أقول من حساب جاري تأمينات مؤقتة إلى حساب الكفالات عن تأمينات مؤقتة لما نرد التأمين لازم حساب جاري التأمينات يجي مدينة لما نحول التأمين المؤقتة لنها لازم المؤقتة يجي مدينة ونهاي يجي دا أنا عندي هنا عندي رد بقول لي ردت الوحدة تأمين مؤقت يبقى أول ما أقول لي ردت يبقى من حساب جاري تأمينات مؤقتة لأن أنا هلغي هذا الإراد كإراد وارد للوحدة هو كان دائن طبعاً فجيبه مدينة عند الإلغاء طبعاً بخطاب ضبان يبقى الطرف الدائنة يكون حساب الكفالات عن تأمينات مؤقتة تعالوا نشوف مع بعض تعالوا نشوف مع بعض نسجل عمليه إزاي داخل دفتر يومية وأسطر على طول دفتر اليومية لأن الصفحة عندي خلصت أكمل أجيب صفحة جديدة وأسطر دفتر اليومية ببساطة كده وبهدوء ولازم إحنا ما بنحفظ صحة طلاب القيود لا الكودة عندي مش محفوظة ده أنا طبعاً عارف كل حساب وعارف طبيعة الحساب وعارف إمتى يبقى مدين وعارف إمتى يبقى دائن وبنائن عليه ببتدي حل للعملية وحدد الطرف المدين والدائن لكل عملية عندي مدين دائن وعندي بيان وطبعاً أكتب أيضاً تابع ودفتر اليومي بقى انا هكتب تابع دفتر اليومي تعالوا بقى نقرأ اخر عملية ردت الوحدة تأمين مؤقت بمبلغ 8000 جنيه كانت قد تسلمته من احد المقولين بخطاب ضمان يبقى اقول على طول من حساب من حساب جاري تأمينات منقصين مؤقتة هلغي بقى التأمين المؤقت فاجيبه مدين ايه لحساب ده بخطاب ضمان يبقى ايه لحساب الكفالات عن تأمينات ايه بقى برافع عليك ما هي تأمينات مؤقتة يبقى اكتب تأمينات مؤقتة بكامل مبلغ كان ب8000 جنيه مدين 8000 جنيه دائن واكتب كده على طول في شهر القيد رد تأمين مؤقت بخطاب ضمان رد تأمين مؤقت بخطاب ضمان وممكن نسدي اخر عملية مشدش خط لكن عود نفسك دائما على النظام شد خط من كل عملية وعملية ده عزيزي الطلاب الطريقة اللي بنسجل طبعا بيها الاحداث داخل دفتر ريوبية وانا الاحداث المتعلقة بتحصيل الايرادات والتأمينات وغيرها من متحصلات بتكون الوحدة الحكومية بتحصل ده شكل من اشكال التدريبات اللي هجيلي داخل الاختبار لكن معنا شكل تاني بقى ممكن يجيلي سؤال يقول لي يجيب لي مجبوعة من القيود ولها شرحة قيد واطراف القيد مجبولة ويقول لي اكمل هذه القيود ثم انقل لي الى قراصة اجابتك تعالي نشوف مع بعض مثال او تدريب من هذه التدريبات اللي اجيلي في الاختبار واتدرب على الكيفية اللي احل بها هذه التدريب تعالي نشوف اول تدريب معنا اللي هو التدريب وقم اتنين ويقول لي اكمل القيود التالية وانقلها الى قراصة اجابتك وطبعا جايب لي طبعا من حساب خمسين الف جنيه طرف مدين الى مذكورين حساب الارضات خمسة واربين وحساب نقط وجايب لي شرح القيد طبعا المطلوب منه اكمل القيد اجيب الطرف المدين والطرف الدائن يبقى قول لي تحصيل اراضات تخص الوحدة وغرام التأخير بشيك طبعا اول ما يقول لي بشيك يبقى لازم اقول من حساب الشيكات تحت التحصيل طب انا عندي هنا اراضات اللي تخص الوحدة فتح لها حساب الارضات بخمسة واربين يبقى غرامة التأخير هنقول عليها ايه الاراضات المتنوعية يبقى الطرف المدين هيكون من حساب الشيكات تحت التحصيل والطرف الدائن اللي هيبقى الاراضات طبعا بخمسة واربين الدائم يكون خمسين يبقى خمسين نقص خمسة واربئين هيبقى خمس تلاف جنيه ويكون دي خيمة غرامة التخير الان هنفتح لها حساب الارضات المتنوعة تعال نشوف كمان العملية اللي بعد كده وجايب لي اه عملية اخرى بقول لي من حساب الخزينة عشر تلاف جنيه الى حساب نقط وبعشر تلاف جنيه وجايب لي تحصيل ارادات غير محددة النوع لقدا. طبعا نقدا هو جايب لي الخزينة الطرف المالين يبقى الطرف الدائم دي ايرادات غير محددة النوع. يبقى لازم الطرف الدائم بروفو عليك الى حساب الارادات تحت التسوية. اخر عملية معايا وبيقول لي من حساب نقط الى حساب نقط ست全部 جنيه ستلاف جنيه. بقول لي تخصيل تأمين مؤقت بشيك. انا بحصل تأمين مؤقت بشيك. يبقى بروفو عليك اقول من حساب الشيكات تحت التخصيل. ادائم الى حساب جاري طبعا تأمينات مؤقتة. يبقى انا عند اوف اقول من حساب الشيكات تحت قط التخصيل الى حساب جاري تأمينات مؤقت دي يا عزاء الطلاب الطريقة اللي ممكن يجي لك على اسئلة على التحصيل الارضات او تحصيل التأمينات احنا خدنا مراجعة عامة على التوجيه المحاسبي لتحصيل الارضات وكذلك التأمينات او اي مبلغ بتقوم الوحدة التقومية بتحصلها وتعرفنا على الهيكل العام للتوجيه المحاسبي للارضات يارب تكونوا مستفدتم من حلقة اليوم وان شاء الله باذن الله انتظرونا في حلقة جديدة من حلقات منهج المحاسبة الحكومية وهنكمل فيها حديثنا عن التوجيه المحاسبي للمصرفات وهنسترجع العمليات اللي احنا اتعرفنا عليها في حلقات سابقة عن التوجيه المحاسبي للمصرفات وإلى ان نلقاكم على خير ان شاء الله نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة